أهلا بكم معنا النهاردة في حلقة جديدة من وصفة أمل النهاردة مش هنطبخ إحنا النهاردة هنعمل ميكسينج هنعمل مشروب جميل جداً مشروب الأفوكادو المفروض أن انتوا عارفيني الأفوكادو ده خضار وإحنا في مصر بجد عمل ساكساس فضيع إن الناس كلها بتعملوا عصير وأنا هعملوا لكم عصير النهاردة حلو بلبن الجوز الهند وبالعسل ومعلاقة إشتا وبتلجتين كده ومشروب طاقة فضيعة وديتوكسينج وليه فوايد كتير جداً 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 بس لازم تحطي بقى إيه شوية عسل معلقتين حلوين كبار عشان يبقى إيه طعمه حلو الطبق الثاني هم سبع جبن جبن للسعادة جبن جميلة جداً بفليفرز معينة بكل جبنة طعم هي هنجيب بس جبنة الكريمة كريمة جبنة وهنحط معاها إشتا تمام؟ ومعاها سبع حاجات كافيار أحمر كافيار أسود كابوريا رجلين الكابوريا سموك سالمون وأنشوجة وبطارخ بطارخ ووحدة كده على جنب كده التانية هعملها بالتوم والزعتر اللي هو مش عايز ياكل الحاجات دي هنعمل طبق شيك جبن كلها من الكريمة دي ومعاها عيش توست وحنحط بقى معاها بقى عينب جرجير جوز اللي هو عين الجمل وحنروأه كده ويبقى طبق جميل هنبتدي الأول نعمل المشروب بتاعنا هنقشر الأفوكادو وحنحطه في الخلاط مع العسل ومع دي أفوكادايا حلوة ومع لبن الجوز الهند انتي ممكن تحطي لبن عادي وإشتا سأنا حط لبن الجوز الهند قريدي اللي موجود يعني أحلى أفوكادوهاية المرة دي أخدتها لأنها القشرة اتنشفت ومفصولة عن اللحم وكمان ولا هي نشفة قوي ولا هي طرية قوي اهي تمام أنا بحب الأفوكادو طبعا جدا حكتلكوا برضو الأفوكادو زمان من عشر سنين ما كانش عندنا أفوكادو وكنا كلنا مرة وبابا يا الله يرحموا جابهولنا وأنا قعدت بقى وقلت الله أنا حاكلها الواحدي ما قدرتش أكملها وبابا يا إضطر قال لي حتكليها يعني حتكليها الواحدك أشان أنت تأخذيها كده وتقولي أنا عايزها الواحدي كلتها وملا ليها طعم ولا ليها أي حاجة وكنناش عارفين إن هي بتتحط في الصلطة بس كنت فاكرها يا فاكها النهاردة هابل كبالعزل تمامًا حمس fiber الخليط ونضع وبحث نقطعها آمل إيدي بس هنقطعها حيطة شرايح صغيرة وحط معاها دي ونديها لفة جميلة تمام كده يبقى عصير حلو بسو اهي فصلت منها كده هي الصح بالزبط زي ما قلتلكم ممكن قبل كده ان الافوكادو ممكن يتعمل زي المانجا ان كنتي تحطي تحطي في ورق جرايد وتحطيه على في طبق وفي حتة كده مش في شمس طبعا ولا في التلاجة وكمان يومين كده هتروح ايه تبقى طرية معاك وده العسل معلقتين كوبار حلوين كده عسل وحتضربيهم في الخلاط وحيبقى مشروب جميل تمام له كده 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 المشروب بتاعنا الجميل خلص حط له بقى ايه تلجتين كده حلوين تمام عايزة تزاوديه تخفيفه بشوية مية ممكن تخفيفه بشوية مية بس انا بالنسباني كده او لازم يبقى كده تقيل شوية حلو قوي كده تمام وكده يبقى احنا خلصنا المشروب بتاعنا طبعا انتي هتحطي كذا كذا واحد يعني هتحطي كذا افوكادايا وحتعودي تزايني بقى مثلا بلمونة ببرتقانة هنزاينه لكوا بعد كده هنعمل ايه بقى دلوقتي هنعمل نبتدي نعمل ميكسنج للجبنة تمام اهي مع الحاجات اللي انا قلتلكوا عليها السبع بومبات كل واحدة بومبة فضيعة ماشي اللي هو الكافيار والبطروخ الجميل بتاعنا البطارخ بتاعتنا والسموك سالمون والتوم والانشوجة خلاص انا دلوقتي الجبنة دي لوحديها هروح مزجاها بس نبشوكة عادية تمام هنروح حاطين معاها القشطة تمام برضو علشان تبقى ايه الجبنة مش طعم جبنة بس تبقى القشطة فيها يعني معلقتين قشطة معاها دي كيلو جبنة الجبنة دي ممكن تشتريها سايبة وممكن تشتريها اللي في العلب دي او في يعني فيه انواع كتير منها هادي القشطة اهيه مش قشطة بلدي عشان تبقى القشطة البلدي طبعا محتاجة ان هي تمام وحنعمل بقى نمزج في كل حتة منها حنحط منها كل اهه اهه انا حط لكم العصير الناحية دي عشان ايه وحنمسك بقى ايه في انت عايزا تعملي طبعا طبعا شيك خلاص فانت هاخد اي فورما اي علبة اي ايه 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 ستضعها وقلبها في الطبق لأنه يكون شكله لكن كل واحد له طعم مختلف و كنا برضو انا عادت مرة في ايطاليا كنا بناكل سبع جبن بس سبع جبن مختلفين مش سبع جبن نفس الجبنة وفيها مقامة معينة فدي انا خدتها من دي ولقيتها طبعا في بورسعيد بيعملوها حلوة قوي مش عايز اقول مين اللي بيعملها بس الشيف لذيذ جدا وعلمني ازاي انه هو ابتكر الموضوع ده وبياكلوا الجبن وطلع انه هو بقى يعني الواحد اللي راح يروح هناك لازم ياخد من عنده الجبنة بالنكهات المختلفة انا بقى طبعا انتوا عارفين انا بحب الحاجات دي قوي بحب الناس اللي هي بتجيلي وبنقعد كده في الهوى و ايه و ناكل و نشوي فاحنا النهاردة ايه مش هنعمل حاجة غير ان احنا نعمل الجبنة دي خلاص دي اهي هنحط في البولة بتاعتها هنقطعها هنقطع الانشوجة تمام حتت و هنحط منها الجبنة كده صغيرة بتدي بالزفارة الاول ممكن تقطعها بالأديكي و ممكن تقطعها بالمقص تمام و ممكن تقطعها بالسكينة زي ما انتي عايزة ههو حبت الانشوجة تمام اخسل ايدي بقى دلوقتي و هنحط عليها بقى الجبنة ادي الجبنة تمام ثلاث معالق كده او اربع معالق تمام بالقشطة خلاص و هنروح و سايبنها في التلاجة تمام عشان تمسك تمام هتبقى طبعا انتي عايزة تحطيها بعد كده احنا نفرومها في الكبه مش محتاجة الانشوجة تتفرم في الكبه هتقامليها كده و ادي سلطانية بتاعتنا اللي هي فيها الانشوجة خلاص و هكذا هتعودي بقى ايه كل واحدة هتعملي بتاعتها كده التانية هنسيبها كده و نبقى نحطها في التلاجة تمام دي من المعلقة بتاعتها لشان ما ايه مش كل واحدة ياريت ان الجبنة ما تبقاش معها يعني ما تحطيش المعلقة منها لان كل واحدة ليها طعم مختلف هنروح بقى عاملين ايه النوع التاني الكابوريا تمام دي كابوريا ممكن تعملي كابوريا بتاعتك البلدي بس دي الكابوريا الستيكس اللي هي رجلين الكابوريا دي رجلين الكابوريا الكبيرة اللي هي دي رجل مش هي كابوريا مجبوسة لا دي الرجلين الكابوريا هتقطعيها حتة صغيرة تمام كده بالطريقة دي هنشيلها انا بس سايبها كده علشان هي طبعا زي ما بتاخدوها بتاخدوها مجمدة فانا مش عايزة ان هي تفك من بعديها يعني تاخديها مجمدة وتروحي ايه قطعها على طول وتمسك بعد كده في الجبنة دايما انتو شايفين كده تمام اهي ممسكة جامد كده لي هنقطع منها الورقة واحدة واحدة ونقطعها بالطريقة دي وهنحط بقى فبولة تانية ثلاث ونروح حطين مطرح ممكن مطرح القشتة حبت قشتة تانين هنجيب معلقة تانية كده كده وتمام ونروح حطين عليها الكابوريا وحنمزجها معاها تمام عايزة تحطي بقى شوية فلفل اسود معاك ماشي بس انا بعملها اللي هي تبقى لوحديها خالص هي ايه بتعم الكابوريا بتعم كل واحدة بليها الطعم بتاعها كده هو وبرده دي البولة التانية عايزة تحطي كابوريا تانية تحطي معاها يعني زي ما انت عايزة تاخد بس الفليبر وزي ما قلتلك هنحطها في التلاجع لشان تمسك وتبقى طعمها طبعا اه صح وتتخمر معاها لازم تقعد نوص ساعة في التلاجع على الاقل علشان الجبنة تاخد من طعم الحاجة اه نطلع فاصل ونكمل بقية الجبنة السبع جبن الحلوين بتاعنا موسيقى